الرفق مع النفس يكون بإعطائها حقها والقيام بما يجب عليه أن يقوم بها وتحفظون جميعا أن بعض الصحابة الذين دخلوا حديثا في الإسلام سمعوا عن عبادته صلى الله عليه وآله وسلم فاستقلوها أي جاءتهم قليلة وكانوا ثلاثة من الناس قال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء فسمع صلى الله عليه وآله وسلم فغضب غضبا شديدا وقال أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له ولكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أن يرفق الإنسان بذاته حتى ولو كان في العبادة وهي رحمة ورفق من الله لعباده بل سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرنا بشيء نعي به لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهمي حين يكون الملل وتعب حين يكون الملل والتعب هذا من شأه النفس والهوى والشيطان وحتى لا يكون ذلك جاءت العبادات خفيفة على الإنسان تأمل كيف أن سيدنا صلى الله عليه وسلم ببركته خفف الله عن الصلاة من خمسين إلى خمس صلوات لأن الناس يملون فمن باب الرفق أن يعبد الإنسان ربه بما شرعه له ولا يزيد عن ذلك